صباح الفول عليكم مرة تانية في ناس كتير جدا ربما بتكون محتارة في كيفية إخراج الزكاة خلال شهر رمضان تساؤلات عدة يعني الناس بتسأل هو ينفع هل ان احنا نطلع الزكاة دي بدري هل نطلعها في آخر الشهر ولا ممكن نطلعها من أول شهرة كنوع من أنواع التقرب لربنا طب قيمتها كام في ظل ارتفاع الأسعار هل اختلفت القيمة ولا ما اختلفتش القيمة صحيح مصطفى يمكن تساؤلات كتير جدا هنعرف إجابتها طبعا الإجابات عن إخراج الزكاة في رمضان بنرحب في فقرتنا النهاردة بالشيخ محمد عماد الوعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير يا حزائزات ومنورنا صباح الخير يا مصر كل سنة وحضرتك طيب صباح الخير وحضرتك بصحة وبسلامه بصحة وحضرتك طيب السادة مشاهدين جميع عبدال بصحة وبسلامه عايزين نعرف يعني امتى الصائم يخرج الصدقة احنا عارفين ان فيه كده كده فيه زكاة الفطر ولكن لو أحب شخص ان هو يعني يبدأ شهر رمضان بهذا الأمر هل ممكن يبعينه في بدايته وفي منتصفه وتعجلها هل هو أمر مستحب ولا مش مستحب عشان قصة المستحقين اللي موجودين خلال شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طبعا احنا الكلام كله دلوقتي هنتكلمه على على زكاة الفطر مش هنتكلم على زكاة المال اللي هي الطبيعية طيب زكاة الفطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين في شهر رمضان والفقهاء متفقين جميعا ان زكاة الفطر بتكون في آخر الشهر يعني وقت الفرضية بتاعتها وقت الوجوب بتاع زكاة الفطر بيكون لإما من بعد مغرب آخر يوم في رمضان أو بعد فجر يوم العيد طيب ده الوقت اللي يجب فيه لما خرجش لازما يخرج في الوقت ده قبل صلاة العيد طيب هل يجوز بقى ان احنا نخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر من بداية الشهر قبل الشهر ما يخلص بيوم أو بيومين الفقهاء كلهم اتفقوا ان يجوز ان احنا نخرج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بيوم أو بيومين والسادة الأحناف والسادة الشافعية قالوا ان ينفع ان نخرج زكاة الفطر من اول يوم في شهر رمضان بل ان الحنفية قالوا ممكن نخرجها قبل الشهر اصل ماشي فاحنا نعمل ايه دلوقتي نعمل ايه الميسر معا الامور واللي جاهز يخرجها وحابب يخرجها من دلوقتي مفيش مشكلة خالص يخرج زكاة الفطر من دلوقتي يفضل ان احنا ناخرها الاخر الشهر قبل الشهر بيوم أو بيومين عشان نحقق الغاية من زكاة الفطر الغاية منها ايه الغاية منها ان احنا نغني الفقراء يوم العيد وللت العيد يوم العيد وللت العيد نغنيهم عن الطلب ونغنيهم عن السؤال بس في الاول انا حابب بقول نقطة مهمة جدا ان يجب ان احنا نعرف ان زكاة الفطر او صدقة الفطر هي مش معمولة بس المصلحة الفقير لازماً الغني أو اللي مع المال أو اللي امتلك كوت يومه وليلة العيد يعرف أن زكاة الفطر وصدقة الفطر دي لمصلحته هو الأول قبل مصلحة اللي ياخد الصدقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بن عباس بيقول لنا رضي الله عنه يقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين زكاة الفطر ليه قال أول حاجة عشان الصائم ده يطهر صيامه من اللغو والرفض ما فيش حد فينا كامل وإحنا معرضين في خلال الصيام وفي خلال شهر رمضان أن نعمل مثلا اللي ثاني يرغل طالعين تروح في حتة فإحنا معرضين لنقص أو خلل يطرق على الصيام فتيجي هنا قيمة صدقة الفطر أن ربنا عز وجل جعل لنا هذه الصدقة نقدمها له بين يدي الصيام حتى تسد الخلل فهي فيها مصلحة أولا للذي يخرجه هذه الصدقة فإحنا يجب علينا نحن نبادر ونحافظ ونحرص عليها لأن الزكاة دي بتعمل بتكمل لنا ما تم من نقصان في فريضة الصيام ثانيا طعمة للفقراء وللمساكين فده هدف من الأهدف فإحنا كده عرفنا الهدف والغاية منها أن هي فيها يعني إكمال للعبادة فيها تكافل اجتماعي محافظة على قرامة هؤلاء الفقراء والمحتاجين في أن يعني أن يطلبوا أو يسألوا الناس في يوم العيد عن احتياجاتهم الأساسية ينفع أن نخرجها زي ما قلنا خلاص ما فيش مشكلة ينفع أن نخرجها من أول يوم في الشهر طيب مقدار بقى الصدقة قد إيه فنم لكل فرد وبرده موقف الأطفال الردع جميل برضه سن ابن عمر رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطري صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنسة والصغير والكبير من المسلمين فنفهم من الكلام ده إن أول حاجة إن زكاة الفطر تجب على الكل من الأول الأطفال الردع والكبار واللي يخرج زكاة الفطر الشخص رب الأسر يخرج عن مين يخرج عن نفسه يخرج عن زوجته يخرج عن أولاده اللي بيصرف عليهم يخرج عن كل حد هو مسؤول عنه يعني مثلا لو هو مسؤول عن أبو وامه هو اللي بينفق عليهم يبقى يخرج برضو عليهم الزكاة عنده أولاد كبار بيصرفوا على نفسهم وشغالين وشالين نفسهم ومش يخرج عنهم واضح كده فالإنسان بيخرج الزكاة عن نفسه يعني عن نفسه وعن من يعول عن كل اللي هو يتلزمه النفقة علي دي أول حاجة طيب مقدرها قد إيه مقدرها صاع من طمر أو صاع من شعي الصاع لو قلنا مثلا هنخرجها من الأمح طبعا زكاة الفطر بتخرج من الطعام غالب كوت أهل البلد فلو نخرجها من الأمح مثلا تبقى حوالي 2 كيلو و 40 جراء لو نخرجها من الأرز هنخرجها من الزبيب هنخرجها لكل فرد لكل فرد تبقى حوالي 2 كيلو ونص من طرق من الزبيب يعني لو أنت أسرة 5 أفراد في 5 بالظبط كده حتى لو رضيع حتى لو رضيع في هنا نقطة مهمة جدا برضو الفقهاء نصوا عليها في كتبه طيب أنا هخرج أمح ولا هخرج درة ولا هخرج زبيب ولا هخرج تمر قالوا كل واحد مما يأكل ويؤكل أهله مما يطعم ويطعم أهله ففي واحد ربنا موسع عليه وأغلب طعامه أسعاره مرتفع ده لا يجوز لي إن هو يخرج من القليل واضحة دي بتاكل لحمة بتاكل فراخ تخرج من اللي أنت بتاكل زي ما بتاكل تدفع بالظبط كده فهو إحنا عندنا ناس متعودين يشتروا زبيب ويقدروا يجيبوه بيستعملوه بيشتروا البلح بيقدروا يستعملوه بيعايشين به فيخرج من اللي من اللي بيأكل منه ما ينفعش يخرج من الأقل في القيم واضح كده فكل واحد على حسب مقدرته الحد الأدنى زي ما قلنا يبقى 2.5 كيلو مثلا من الطمر 2.5 كيلو من الزبيب لو من الأمح يبقى 2.40 كيلو درام ده الحد الأدنى من زاد فلاه الزيادة وربنا عز وجل عطائه أكبر ماديا كان بقى هل الأظهر حسم القصة لسه أقول حضرتك فالأصل أنها تخرج من الطعام طيب هل يبوز بقى أن أنا خرج قيمة هذا الطعام ينفع أن أنا أدي للفقير مال ولا ما ينفعش المفتى به أنه يبوز إخراج القيمة هنا نقطة مهمة جدا عايز الناس تبص لمصلحة الفقير نحن عندنا مشكلة شوية بيحصل فيها لغباط زكاة المال بنخرجها منين من الأموال المفروض ده يحصل أن أنا عندي فلوس هخرج من الفلوس عندي ذهب هخرج من الذهب عندي فضة هخرج من الفضة فزكاة المال تخرج من الأموال زكاة الفطر الأصل فيها نيتبع حبوب وطعام يجي في رمضان الناس يقولوا هنخرج شنط رمضان من زكاة المال كنت لسه بأسألك السؤال هنخرج شنط رمضان من زكاة المال وهنخرج زكاة الفطر فلوس إحنا بنقول ما فيش مشكلة خالص في القيمة فأنا هخرج زكاة المال طعام يجوز هخرج زكاة الفطر فلوس برضه يجوز بس يجوز وفق مصلحة الفقير أنا عندي هذا الفقير يحتاج إلى مال يبقى المصلحة بتاعته أن يناديه المال يحتاج إلى الطعام يبقى المصلحة بتاعته أن يديره فيه ناس متقدرش تجهز الطعام في رمضان ما معندهش إمكانيات تعمل كده أنا أعمل ايه أجيب له الطعام وده يبقى الزكا بتاعتي فاحنا على قدر المستطاع نخلي زكاة المال من الاموال ونخلي زكاة الفطر هي شنط رمضان والحبوب والطعام طيب رحت لفقير وانا معايا زكاة فطر وعاوز اخرجها ده الافضل يعني ان هي زكاة الفطر مرتبطة بالطعام بالضبط انا رحت الوقتي لفقير ليلة العيد ومعايا زكاة الفطر اكل حبوبه وطمره ورزه وبلحه معايا حاجات كتير وعاوز اديه الفقير وهو تلاقيت عنده اكل من كردس كتير طعام كثير عنده هيبوز من الركنة مثلا لكن معاوش فلوس يجيب لبس العيد لولاده اعمل ايه انا اخرج فلوس او فطر مصلحة الفقير فباب الزكاة كله سواء كان في زكاة الفطر او في زكاة المال اينما وجدت مصلحة الفقير نعمل ايه نبادره لهذه المصلحة عشان نوضح بس النقطة دي فاندم شنط رمضان ممكن ان هي توعمل معاملة زكاة الفطر اه طبعا ده هي الاصل ولوها خرج زكاة مال برضو ما عنديش مشكلة احنا قلنا بقى الكميات مثلا اثنين كيلو ونص فانشوف يعني ضر الافتاء حسب الحد الادنى على الامح فما يقلش عن تلاتين جنيه للفرد الواحد ده اللي هيخرج ايه اللي هيخرج قيمة الحد الادنى تلاتين جنيه للفرد بالضبط كده ماشي اتحسبت على ايه على الامح وهنا قلنا من شوية اللي ربنا موسع عليه يوسع ويعني من زادت طب هو اغلى حاجة في دول ايه امح ولا زبيب ولا دورة ولا الزبيب طب الزبيب اه وعنواع وعلى حسب الاسعار بالضبط اثنين كيلو شوية الازهر ما حسمهاش عشان برضو نعرف الحد الادنى والافصل شوف احنا عندنا ايه احنا بنقول دلوقتي الحد الادنى لزكاة الفطر يتحسب على غالب قوت اهل مصر غالب قوت اهل مصر اللي العيش بتعمل من الامح فخلص ده الحد الادنى اللي هو تلاتين جنيه اللي يقدر يزود عن التلاتين خلاص ربنا عز وجل بيعامل الحسنة بسبعمية يعني اللي بيدي جنيه ربنا بيحسبهم لسبعمية جنيه والله يضاعفوا لما يشاء فالحد الادنى ما ينفعش الا عن هذا الحد ينفع ذي او ازي لكن ما فيش حد اقصى بقى اللي حابب زي ما هو بالزبط الى ما شاء الله بقى بالزبط طب قصة الاعذار يعني اقولك لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلول موعدها الا لعذر ما هي الاعذار التي تستوجب ذلك طيب احنا قلنا في الوقت التاعها قلنا ان بتخرج في اواخر رمضان او في اول يوم العيد وقلنا ينفع نخرجها من اول يوم في رمضان وده المعمول بيه في الفتاة وتماني بالنسبة بقى للصلاة العيد ده نهاية نهاية وقت اخراج زكاة الفطر طيب واحد عد الصلاة اخر الزكاة عشان عذر زي ما حدق بتقول مثلا له قريب فقير ودي حتة برضو مهمة جدا انا عندي زكاة ينفع ديها لقريبي ولا ما ينفعش نقول هو اولى من غيره الاقربون اولى من معروف بالضبط وتكون صدقة زكاة وصلة بس نخلي بالنا يكون فقير انا لا يجب علينا ان انا انفق عليه اصلا يا ما ينفعش اديها لعيالي ما ينفعش اديها لابو يا امي واحده يجي يدي الزكاة بتاعته والابنه اللي هو اصلا بيصرف عليه لو مسؤول عنه اصلا لا ده ما ينفعش واحنا يدي الزكاة لابوه او لامه ما ينفعش يبقى ينفع عدد الزكاة لقريبي اللي انا مش مسؤول عنهم اللي نفقتهم مش واجب علي ينفع وتكون هي افضل وتكون بالنسبة له زكا وتكون كمان فيها صلة رحمة طيب الاخ والاخت الاخ والاخت هل يجب علينا ننفق على اختي لا ما يجبش حسنا مدام هي مثلا متجوزة طيب ملهاش حد خالص وانا اللي بصرف عليها لا مكلفة منها بالظبط كده حقيق طيب لو متجوزة بس يعني أرمالها مطلقة والوالد والوالد مش موجودين بالظبط اي يعني هي ملهاش حد غيري اي انا كده يجب ان انا انفق عليه لو متجوزة متجوزة وظروفها انا نفقتها على زوجها يبقى انا بدي الصدقة لزوجها مفيش مشكلة ماشي كده يبقى هي القعدة فين القعدة في مين اللي ياخد الزكاة اللي ما يكونش نفقته واجب علي ايا كان بقى هو مين واضح كده طيب احنا كنا بنقول مين اللي ياخدها البالنسبة بقى انا عندي قريب قريب فقير ممكن اأخر الزكاة بتاعت الفطر اللي بعد صلاة العيد لما قبل وادهاله ممكن ويبقى ده عذر بس وقت ما يكونش يخرج فيه اول يوم من ايام العيد عشان يستفيد من هذه الصدقة بزبط يوم الايد لو خرج يوم الايد لو خرج بنية ان انا همستني الزكاة عشان اديها الواحد قريبي لا لا يجوز ويبقى فيه هنا اف وطبعا يجب ان هي برضو تخرج لانها لا تسقط بمضي وقته ماشي كده طيب برضو كنت عايز اعرف من حدريك نقطة في حد ممكن الوقت مثلا هو بيسمعنا يقول انا جبت شونة رمضان بس ما كانش في نيتي ان انا اخرجها كزكاة فطر بشارك وبعدين لن بسمعنا دلوقتي طب اعمل ايه اجيب شونة رمضان تاني ولا احتسب ان انا جبته مثلا كزكاة فطر لا احنا عندنا النية مهمة جدا والنية في الزكا بتكون مرتبطة بوقت اخراج الزكا يعني هو اللي فدت حسب له اجر كبير عند الله عز وجل وياخد يعني هياخد الاجر ده مضاعف من الله عز وجل اضعف سيدنا نبس على صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا عز وجل اللي يخرج لله نص طمر نص طمر نعمل ايه بس خرجها فيها وهو مخلص لله عز وجل ربنا عز وجل يكبر الطمرة تاعته دي او النص في الطمرة ده ينميها كما ينمي احدكم فلواه يعني الفرسة الصغيرة المهرة الصغيرة حتى نص الطمرة ده يوم القيامة يكون كجبل احد هذا الجبل العظيم فاللي هو خرجه كله ده اجره عند الله عز وجل لكن نقول له النية مهمة جدا في الزكاة والنية بتكون مع الاخراج يعني قبل ما اخرج دي زكاة الفترة دي زكاة المال فيعيد تاني جزء على قد بال على قد ما يقدر قصة الاقربون اولى بالمعروف بتنتهي فين يا مولانا عشان هي ملهج برضو ملامح يعني ايه بتنتهي فين يعني انا بتقول لي الاقربون اولى بالمعروف هل هو الجار هل هو القريب هل هو صلة الرحم ابن العم ابن الخالة اعرف منين اولويتي فين محتاجين يعني التعريف طيب هقول لحضرتك كانان مهم جدا وممكن يكون يعني كتير ما بيقلوش ايه الاقربون كل اللي يهم صلة قرابة بحضرتك تمام انا هجي خرج الزكاة دلوقتي او هجي خرج الصدقة بشوف اقرب ناس لي بكل ولاد ولاد اعمامي ولاد خلاني ولماذا هم اولى بالمعروف لان طبيعة البشر كده حضرتك لما تيجي تخرج تخرج لحد قريب منك تكون نفسك راضي اكتر ولو كل واحد فينا بص للدائرة اللي حواليه مش يبع عندنا فقراء صح بس هي جدا والنفس البشرية تحب تدي الخير للاقرب منها النفس البشرية كده حضرتك اكتر واحد تحب تديله مين ابن حضرتك دي فلسفة موجودة في الاسلام كله عشان كده في المراس اكتر ناس ياخدوا في المراس مين ولاد حضرتك مراحش لما واحد يموت ما يجيش لو واحد غريب يديله الفلوس بتاعته ليه لان الانسان بيحب ان الخير بتاعه يكون للدائرة الاقرب اليه وده فلسفة موجودة في الاسلام في كل التشريعات من اول المراس في الزكاة وفي غير الزكاة الخير يكونوا للاقرب ابدأ بنفسك وبمن تعول سيدنا النبي كان يعلمنا كده فالانسان حواليه دوائر يكفي الدائرة الاولى اللي هي نفسه وبعد كده من يعول وبعد كده الاقرب وبعد كده الاقرب وبعد كده الاقرب لدرجة ان الجيران يخشه حتى جار غير المسلم يخش صدقة الفطر نص السادة الحنفية السادة الحنفية نصه أن غير المسلم يأخذ من صدقة الفطر النقطة دي ما يشتني يا فندم تأكد لنا عليها غير المسلم يأخذ من صدقة الفطر لأن النص أي بالضبط كان فيه جدل دائر على النقطة دي تحديدا أنه غير المسلم لا يجوز عليها تخريج زكاة الفطر لا مدام من الفقراء أو من المساكين من الأصناف التي ربنا عز وجل ذكرها ربنا لما ذكر الفقراء والمساكين والأصناف الموجودة الثامنية في سورة التوبة ربنا عز وجل لما قالت من المسلمين سابها مفتوحة فيدخل فيها كل من ينطبق عليه هذه الشروط برضو الأولى مين هل الجار هل العم هل ابن العم الأولى الأقرب فالأقرب فالأقرب خلصت أريبي طبعا خلي بالك أو ما يجيش واحد أريبي ودي برضو مشكلة بنوع فيه بيكون عندي واحد أريبي وهو مش فقير يعني مثلا مكافي نفسه بس هو يعني بيبص يطمح بالضبط أنه عاوز ينتقل من درجة إلى درجة يعني ولاده مثلا في التعليم وهو بيأكلهم ويشربهم عاوز يدخلهم لغات مثلا أو مدارس خاصة فهو أحدي له الزكاة بتاعته لا ده لا يجوز ده مش فقير فأنا شوف الأفقر أو الأكثر احتياجا من الأقرب إلي واضحة كده؟ صحيح طيب مرة تانية وإحنا بنخرج زكاة الفطر حضرك قلت أن النية واجبة قبل إخراج زكاة الفطر هل في شكل معين أو طريقة معينة مثلا أفضل يعني كان مصطفى بيكلم مع حضرتك على إخراج زكاة الفطر للأقارب أو الأقربون أو الأولى أو ما إلى ذلك فيه ناس دول طب أنا عشان بس مش عارف هوادي زكاة الفطر فين أنا روح أدفعها للجمعيات الخيرية هم يتصرفوا فيها ما فيش مشكلة مدونت أنا أعرف لو أنا أنا في بلدي في قريتي في منطقتي اللي أنا سكن فيها في الحي بتاعي في المدينة بتاعتي أعرف ناس فعلا تنطبق عليهم الشروط فعلا فقراء يبقى أنا أديهم طب أنا ما عرفش أعمل إيه ينفع أن أنا وكل غيري في أداء هذه الزكاة وهذه الصدقات والمسؤول مش أنا اللي أنا وكلته أنا أديته الفلوس أديته للطعام أديته الصدقة والزكاة اللي أنا خرجها وقلت له أنا مش عارف أديها المين أنا ما عرفش فقراء ما عرفش محتاجين ما عرفش مساكين هنا الوكالة في الزكاة وزكاة الصدقة جائزة مفيش أي مشكلة فيها فأنا أديله وهو طبعا عند دلوقتي جمعيات موجودة وفي مؤسسات كبيرة بتعمل في الموضوع ده وعندها أبحاث ودراسات مش أي حد بيروح بيأخذ فدي ما فيش أي مشكلة خالص صحي على أخير قصة بس موضوع المولود رضيعة أه حين نقولنا الطفل الصغير الجنين الجنين في بطن الأمة مع لهوش زكاة فطر لكن الفقاء يقوله يستحب نخرج ليه يستحب روح روح دبت فيها الروح لو تولد قبل أذان المغرب تاع آخر يوم في رمضان يجب أنه ياخد زكاة فطر نخرج عليه زكاة فطر يجب أنه يخرج عليه زكاة فطر لو تولد قبل الأذان المغرب والستدى الحنفية فتحاش يقوله لو تولد لحد قبل أذان فجر يوم العيد ماشي طيب هو جنين ما فيش زكاة واجبة لكن يستحب أنه نخرج زكاة فطر على أي حال ربنا سبحانه وتعالى لما شرع قصة زكاة الفطر زي ما الشيخ محمد عماد قال لنا شرعها علشان الفقير يحتفل فقير يعني يذهب إلى صلاة العيد وهو معه ملابس جيدة يضمن أن ليه في العيد أكل مناسب لذلك حط المقادير سمعناه حط القمح حط الزبيب حط الدرة كامكيال يعني يمكن أن يكون نحن ندي للفقير الشيخ محمد عماد قال إن 30 جنيه للفرض الواحد ممكن نطلعها من أول رمضان حتى يستفيد حتى يستطيع إنه هو يعني يصرف الفلوس في ناس بطلعها قبل صلاة العيد مباشرة صح كده أو أنا غلطان صحيح الحد الأدنى 30 جنيه طبعا زي ما الشيخ محمد عماد قال واللي حقيقي بيخرجها في شكل من أشكال شونة رمضان مفيش أي مشكلة اللي حقيقي بيخرجها كالفلوس مفيش أي مشكلة لأي حال طبعا منشهر حضرتك جزيل الشيخ محمد عماد الوعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نورتنا كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب شكرا شكرا شكرا